اشتركوا في القناة دولية بالركض والمارشل أرتس من هيك مثل ما قلت لكم قبل الفاصل رح نتعرف نحن وياكم على كريم حريق البطل من الدولي بالركض والمارشل أرتس أهلا وسهلا فيك كريم كريم خلينا بلش معك هيك أداع عمرك وصف لي حياتك طفولتك كيف كانت حتى نشوف يعني هالإنجازات اسم الله عليك اللي عملها بعمر كتير بكير عمري 21 سنة عم بدرس عم بدرس بيزنس مانجمنت وأنا ملتي سبورت أثليت بالمارشل أرتس ورنينج وربحان تير كمبيتشنز بلبنان برات لبنان وفيرشولي كمان وأنا أمبسادر لفيسو وأمبسادر لأفنكس وبرزيدن وفاوندر لنون بروفيت أرغانيزيشن اسمه مدلاي في لبنان أي ساعة لحق تعمل هودة كلهم كريم من 21 سنة كلهم أخذوا وقت معي وهيدا كلهم تعابة من أي عمر بلشت؟ بلشت كاراتي عمري خمس سنين وبلشت شارك كمبيتشنز بالكيك بوكسينج بعمر 17 سنة تب ليه بالأربعة سنين رحت على الكاراتي أنه توجيه من أهلك ولا أنت عندك هيدا الشغف؟ لا أهلي حطوني كاراتي لأ شخصيتي تقوى كولد صغير أكتر وقدر دافع عن حالي أكتر وأكتر وأنا عكبر حبيت أكتر وأكتر لعبي وأررت أنه شارك كمبيتشنز لأنه هيدا لقيته الباشن قدين عكست إيجابا كل هذه الرياضات اللي اشتركت فيها على شخصيتك يعني أعطيتك سئة صارت تعرف حالك شو بدك كل أمور واضحة قدامك صح البطولتك الكمبيتشنز باللبنان وبرط لبنان كتير ساعدوني أقول له شخصيتي سئة كبرت ويعني عم بعمل شي بحبه هذا أهم شي بالنسبة لأهلي كريم يعني ربنا كريم معك بهالنجزات والنجزات اللي عم بتحققها وانت نازل حريق بالأرقام القياسية وبالمراكز الأولى بالإجمال يعني عم بتكون قلت لي حضرتك سفير للفيسو خبرنا شو هي الفيسو يعني شو هي المؤسسة لنعرف أكتر تفاصيلها معك الفيسو هي انتناشنال يونيفورسيتي سبورت فدريشن بيعملوا عندهم كذا اكليفيتيز بيعملوا مثل الورد يونيفورسيتي تشامبينشيب سامر يونيفورسيال دوينتر يونيفورسيال هون عم نشوف مجموعة من الصور كريم هيده وين هيده بالورد ماشال أرس كوميتي بالورد ماشال أرس كيم اللي صارت هدك الأسبوع بالنمسا بسالسبورغ وهون ربحت المركز الثاني بالتنين كاتيكوريز بالكيك بوكسينج وكان إفنت كتير حلو صحيح أنه كان في كورونا ويعني بعد في كورونا بس تنظم نيح وكان في بلاد كل الناس من كذا بلد اجوا فوق 800 شخص اجوا فوق 126 كونتريز أكثر من 26 بلد وأربع كونتيننت وأنا كانت واحد من لبناني اللي كتير قليل اللي شاركوا فيه وكان إفنت كتير حلو وخبرت وقتها زادت هنا بالكومبوتشن وعملت منيح طيب الصداقات اللي بتكتسبها من خلال الأبطال من غير دول دي بتترك عندك أثر وبتضلك على اتصال معهم بتاخد منهم وبيعطوك بتعطيهم صح وقتها أول شي بدأت شكر نادي البنصاي هن اللي دربوني لهذه البطولة وشرجعوني وهنيك بالكومبوتشن تعرفت على ناس تليين ساعدوني بالكورنر لا يقفوا معي وبعضنا أكيد على اتصال معهم ساعدوني كتير وأنا كمانا ساعدتهم أخر شي وبنحكي سواء بعضنا بتمنى شوفهم كمانا بغير كومبوتشن طيب كريم شو الهويات إلى جانب يعني الرياضة بالفنون القتلية والركض اللي بتستهويك إذا بتمارسها ولا هي مجرد هيك هواية أو موهب إذا صح التعبير صح الرياضة أول شي لقلي هي أكتر من هوبي وعندي هوبيز مثل البيانو بدأ من عمري 6 سنين ودأ أربع كونسرت فهيدا الشي بريئ بدأ بعصبية على أساس أنه نحن بنعرف ألعاب بالفنون القتلية بدأ قوة وليئة جسدية وبدنية كمان صح أوقت الواحد يكون يعني بدأ مبسوط أوقت له حبه يخلص عرفت هالشي طبيعي بس أنه بدأ لأنه بحبه عرفت بلاشت أنا بزهير وبدأ حلو يعني بدأ أربع كونسرت برافو هيدا الصورة وين كريم؟ هيدا الصورة بالورد ماشال أرتس جيمز بسالس بورك باوقرن هيدا كل أسبوع كانت كم بلد سرد بارم كريم سرد بارم رايح على لماسول على أثنز على أستريا ببريغنز أستريا بسالس بورك بورتوغال لدفيا وكندا وليبنان وشارك بليبنان كمبتشنز كمان قلت لي هوايتك الجانبية هي عزف على البيانو صح وين بتلاقي حالك أكتر وين بتفضل ستريس تبعك أكتر بالركض بالفنون القتلية وعم نشوف نحن البوكس تبعك أو بالعزف بالرياضة بالرياضة أكتر شي بنفس بالرياضة مثلا إذا بكون مع الصبع أو عند ستريس بنفسهم كل شي يا بالكيك بوكسينج أو بالركض طيب كريم تلاقي وقت لحالك يعني لأصحابك لأهلك لصديقاتك لأشياتين يتعمل بحياتك ولدرسك كيف تقدر توفق بين كل هيد الأمور عم بقدر لحق على كل شي بس أنه عم بطعب كتير عرفت أولا تكون عند إكزايتي أو سترس عرفت هالشي طبيعي لا لحق على درسي وعرياضة وكمان مثل ما قلت لك أنا أمبساد لفيس وإفنكس وبرزيط ونفاون بالنون بروفت فهولا يعني عم بتعامل مع ثلاث بلاد بالعالم أمريكا روسيا وكندا طيب ما هون كنت رح أسألك يعني دول اللي بتشتغل معها يعني كيف صار هيدا الكونتكت بيناتكن هل هالتواصل اللي خليك تكون سفير لأكتر من جهة رياضية صح هيدا الشي أنه ما كان كله نفس السنة عرفت أنه كل شي كان ستب باي ستب ولما صرت أمبسادر لأفنكس بأوكوست 2020 هيدا شركة أمريكانية بيبيعوا سبليمنت وطيب رياضة فأول شي ما كتير كانت بعرف شي عن أمبسادر والأوصص كانوا جديد علي وهن ركملنا جديد يعني حلق بالعالم هيدا كل شي صار من كم سنة مش أنه موجودين من زمان الوحد أمبسادر فصر عنده إكسبرينس أنه هو تو بروموت بروضاكت والأوصص وبعدين اهتمت بالفيسو أنه يكون الأمبسادر الوحيد بالأبلين للفيسو لسنة 2021 2022 لساعد أعمل مثلا بروموت سبورس بروجيكت فولونتيرين ومنتل هيلث وشجع الناس يعملوا رياضة أكتر وأكتر فهيدا شي ساعدني أنه يكون عندي خبرة لكون أمبسادر أنه أقدر يعني أعمل أشياء تتوصل للنساج اللي بدك برافو عليك بالأنتراج طبعك بعيلتك كمان بتشجعون على السبور على الرياضة يعني عندك حدم العيلة عنده وزن زايد مثلا أو حدم أصحابك بتقولوا لأ لازم تعمل دايت لازم تركض لازم تعمل أي نوع رياضة تتحافظ على صحتك وصير عندك رشيئة على طول بشجع الكل يعني أنه يعملوا رياضة مش ضروري شارك وكمبوتشن أنه بس أنه لألهم عرفت لأنه بتفيد كتير إشياء فيها كتير بنفت وحلو كتير يعني عرفت أنه للكل مش لحدا معين يعني الكل بيقدر يعمل رياضة وحلو كتير يعني شعور طيب كريم كم كاس عندك بمكتبتك عندي كذا واحد ما بعدون وعندك كاميلة بل تسير بحث ما بتعدون لحظة هذه سئة زيدة بالنفس لا لا ما كتير أنا بحب عادل الأصص عرفت لأنه إذا الواحد مثلا عنده سبعين أو مية وسبعين ما كتير رح يفرق عرفت أنه كلمة أكتر أنه خلص الواحد مهم يكون عنده أشياء مهمة وكمان عنده بلت ربحتهم بالإنترنتشن بانديمي جيمس بالشدو بوكسينج هيده صارت فيرشوال بسنة 2021 نعم وزيدة على المدلس عنده كتير وشدت كمان وميداليات لأن كمان هلأ رحنشوف مدنيت معك هلأ ربحت الثاني باثنين كاتيجوريز من أسبوع بالورد مارش الجوايز بعدها جديدة نقل لك ألف مبروك هيدا المركز الثاني الثاني باثنين كاتيجوريز بالكتاك بوكسينج ولعبت ست فيتات بنهار واحد كان صعب وربحت أربع منهم وهنيك من الانجوري من الكيكس صار أجي من تحت عم توجعنا الصبيعي بس ظلت عم كافة وربحت الفايت أخر شيء برافو ورغم واجعك صح بس صعب كتير أداية بتتعود أنه هيك على قدر التحمل صح الجسم يقوى وكمان مش الجسم بس من جو المنتل هيلث يعني طيب كريم معينك على شو هلأ في شيء استحقق قريب هلأ قريبا رح سير الانبسادر الانديبندنت كونسلتنت لأي وورك اند سبورت في إيفنت بدو يسير على السبورتس منيجمنت للجمعات وأنا رح ساعدهم أنه عمل بروموشن لهذا الشهر برافو كريم من هويتك السباحة بتحب البحر لا لا عملت سباحة من زمان بس ما كتير حسيتها اللي عرفت وعملت تنس كمان وزلتر في حبات المانش الأرس والراني يعني حسيتهم من قلبي عرفت طيب نحنا رح نمع معك بالأجواء الرياضية من بعد ما تعرفنا عليك وعلى أنجزاتك رح أخذك مشوار على البترون رايح على البترون رايح كزا مرة حبيت البترون طيب بالبترون مبارح ختم يعني مهرجينيات البترون الدولية كان في حصة للرياضة كتبوا اسم البترون بمئة وثلاثين سيو بي أو حسكة مثل ما نحنا منقلة بدل ديراج وصار هذا الاحتفال اللي كتير حلو اليوم رح نشوفهم مع المشاهدين مئة وثلاثين شخص مئة وثلاثين حسكة كانوا على خليج البحصة بمدينة البترون مع عدد كتير كبير من الجمهور والصور التقطت من فوق مكتبت اسم البترون وبسرعة البرق يعني الصور وصلت لكل أنحاء العالم هون عم نشوف الجموع اللي كانوا مقضيين نهارهم على البحر وعدد كتير كبير من أهل البترون وزائري البترون وهو دي الشباب من بعد ما رسموا كلمة البترون عملوا هيك شو مغضوم كتير على أنغام موسيقية إقاعية حلوة كتير كيف لقيت هيدا النشاط الرياضي كتير حلو كتير حلو كتير حلو والبترون كتير حلو وبرافو لازم لوحو دايما يعمل شي حلو لبلده لأنه الاجتفتيز مثل هالشي هيك بغيره الجو والعالم عرفت فضروري وكمل السواح تير مهمة طبعا نقول مبروك لجنة مهرج جنية البترون يعطيكم ألف عافية صحيح يمكن نشاطات الصيف خلصت بس البترون ومعظم يمكن المدن الساحلية لأن بين تشرين و تشرين صيف تاني ومبارح سبحانك يا الله طاقس كان رائع والبحر هيك كتير رائع بيختلف شعورك كريم من رياضة لرياضة يعني هالمشاعر اللي عندك هيها بتكتسب مثلا من كيك بوكسنج شو كتسبت من الركض شو كتسبت من الفايتنج شو كتسبت من البيانو شو كتسبت من التنس شو كتسبت أنا لقلي بالنسبة لقلي بحب لتنين كرياضة بس أنه بحب أكتر مارشال عرفات كسبورت لقلي وأكيد تفيدوني كتير بحب كومبوتشنز باتنين بلبنين برات لبنين ويساعدني أكتر ليكون عندي سبورت كريير أحسن وحسن لقدي بيكون عندك شعور غضب شعور انتقام إذا كان خصمك تدرس خصمك يعني بتعرف السيفي تبعه وتاريخه شو عامل الإنجزات كم مرة اخذ بطولة بتخدهم مع الاعتبار قبل بوقت وقدرت تفتش عن سوش الميديا بجرب أحضر فيديو بس أولا ما بيلاقي شي بس أنه لا ما بحث غضب لأنه هو معي بالجيم بس مش يعني أنه الانمي أو عدو عرفت أنه هيدا رياضة آخر شي فحدا يربح ويخسر ولازم لأحد يكون عنده سبور لأن في أفكار مغلوطة وأنا بعرف أنها مغلوطة لأن أكتار قعدوا محلك هون كمان حكوا عن هالفنون القتالية هيدا الألعاب القتالية بيقولوا أنه بتنمي فيهم روح الرياضية بينما الأفكار المغلوطة أنه لا يعني بصيروا زبدك على السريع يركب مشكل ويديروا الخبيط لا أنا ولا مرة هيك بعمل مشاكل يعني عرفت حتى يعني إذا الوحد تخسر أنه منها المشكلة هاي رياضة مثل بقلت لك ولا الوحد يجب يكبر عقله وما يعمل هيك مشاكل عرفت هاي دي جيم آخر شي منها حرب يعني أو مشكل عرفت كريم اليوم أنت عم بتشارك يعني فتحت هال connection مع كل هيد المؤسسات بمجهود فردة اليوم وزارة الشباب ما بعرف إذا عندك تواصل معه عم تدعم عم بتخبر هم شو صار يعني مرجعياتنا الرياضية باللبنان عم تعرف بالإنجازات اللي أنت عم تعمل ها في النادي البنكز يبدأ تشكر وهو بيساعدني كتير للكمبتشن الكيك بوكسينج بالركض في النيو أسف اللي هي ناشنال يونيورسيتي سبورتس فيدريشن يلي هن عملوا للمينيات لكون فيسو أمبساد لبرة في لبنان يعني وال الف يو اللي هي الليبانيس سبورت مثل مقالت لك هن عملوا للمينيات والفيسو عملون أبوينت عرفت فأنا عادة أنه بتعامل معهم هن مش أكتر دولة عرفت بتحس أكيد يعني إذا دارت لئي يعطيهم ألف عافية ومشكورين على دعم لألك كريم هادة لما الإنسان بيوصل لكووس وميداليات بيضل عنده هيك شغف لأهداف تانية ولا لأ حسب للناس كلما الواحد يكون عنده يعني كيف تقولك أنه بده أكتر وأكتر بده يعني يكفي كلما يكون بده إشياء أكتر يربح أكتر بس يناس بتقولك لا خلاص يكفي أنا هون بده وقف عرفت حسب كل واحد شو بده يعني بالحقيقة كريم حريق مبسطنا تعرفنا عليك وعرفنا المشاهدين لبنانيين بلبنان وبدووا الانتشار بدلك ألف مبروك ومشاهدين من الموفق شكرا لحضورك معنا مشاهدين بدنا نقلكون أحد مبارك وإديس مبارك مباشرة عبر شاشة الو تي في بكرة 8 ونص صباحا مع ماي أنا بلتقى فيكن التلاتة كل أحد وأنتم بخير